كون عم نحكي هلأ أكيد سمعتنا بالمقدمة عن اللغة الفرنسية وهذه الذكريات بتقديم نشرات الأخبار باللغة الفرنسية وطبعا كنت حضرتك كان لك دور كبير بتقديم هذه النشرات لكن يمكن الآن لما نفكر ونقول شو السبب بأنه كان في نشرات إخبارية مختصة باللغة الفرنسية وكيف نشأت هذه الفكرة بذلك الوقت؟ هي الفكرة يعني أول شيء يعني بجوزي استغرب الناس لأنه إحنا مش بلد فرانكوفوني زي لبنان زي بلدان المغرب العربي زي سوريا كمان يعني سوريا كانت اللغة الفرنسية يعني متدرس بالمدارس والها أولوية على اللغة الإنجليزية أعتقد أنه الفكرة بدأت هي منذ أن يعني توططت العلاقات الثقافية والدبلوماسية بين أردن وفرنسا يعني من بداية السبعينات فرنسا بلشت تعطي من حادة رأسية كثيرة للأردنيين يعني يعني سابقاً ما كان حتى يفكر يروح لفرنسا بس من السبعينات يعني بتلاقي عشرين تلاتين واحد يروحوا كل سنة لفرنسا بتعلموا لغة فرنسية بتعلموا طيب بتعلموا يعني بكل المجالات وكانت كثير يعني من الطلبة كانوا يتخصصوا بالأدب الفرنسي طبعاً بين السبعين والثمانين تشكل يعني قاعدة زي ما تقول مثقفين تعلموا لغة فرنسية الآن بتقول لي ليش مثلاً الأردن أعتقد إنه كانت يعني هي اللي تقويت العلاقات الدبلوماسية التجارية فتح نافذة جديدة في عالم وأنت كمان تعرف إنه لبنان كانت فيها مشاكل الحرب الأهلية المغرب العربي أوكي المغرب العربي من الأصل يعني كان عبارة عن ساحة احتلال فرنسي يعني 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 دمجوا باللغة باللغة الفرنسية طبعاً هاي الفترة ما بدأت متى بدأت من نحن كان في بليك إذا بيسموها هي جمهورية الخامسة يعني من عهد شارل ديجول وجاي عندما صارت العلاقات العربية الفرنسية يعني صارت مسالمة وصارت ما فيها تدخل اه احتلالي وصارت يعني أميل إلى القضايا العربية من هون بالنسبة للأردن إجت الفكرة أعتقد من هون وبدأت الفكرة هي مع بعهد واليري جيس كاردستان أعتقد اللي كان له علاقات قوية ممتازة مع الراحل الملك السين يعني أعحاب تدخل وأكمل بليز أرجوك ايه فهي الفكرة توقع العقد الثقافي هذا اللي هو التعاون بمجال الأوديوزويل ايه في عهد باليري جيس كاردستان واليري جيس كاردستان مثل كل رؤساء الفرنسيين بس كان له خصوصية علاقة مع الأردن ومع الملك حسين أنا أعتقد يعني فكرة اللي أسسوها اللي قابلنا لآن عمالنا بنشوف ثمارها يعني إن كانت الفكرة لأجل خطوات دبلوماسية لتمكين العلاقات من خلال الثقافة عبر السياسة اليوم عمالنا بنشوف نتائج على الأرض بنشوف الأنشطة الثقافية المنتشرة في المملكة التعاون العسكري الكبير الصوت الفرنسي اللي بيكون يعني دائما قريب دبلوماسيا مع الأردن وعلاقاتنا المتميزة مع فرنسا بهاي المناسبة بسمع من حضرتك بعد إذنك أسماء للرواد يعني بنعتبر لو سميت بعض الأسماء اللي قدموا إن كان بالإذاعة إن كان بالتلفزيون مذيعين التحرير كمان ما ننسى كان في برامج فرنسية ثقافية مش بس أخبار إذا بتسمي البعض ونعتبرها تحية صباحية إلهم اليوم في حلوية دنيا في الحقيقة يعني أعرفت وهو كان يعني النشرة هي جزء من البرامج يعني أنت مش ممكن تقدم وجزء كمان من قناة كانت فيسبل باللغة الأجنبية هي ليش راحت لأن القناة الأولى رأي القناة الثانية راحت راح كل شيء معها أنا أذكر من الزملاء يعني كثير هالذريقات كانت من يعني من المؤسسين يعني بالبداية بالفرنسي كان أذكر عندما يجيت كان في زميل إنه حتى السمسليم حويله كان موجود وفاء حمارنة أيم المسنات بذكر إبراهيم الربضي يعني أيم بعض الأسماء عبير يونس يعني سليم حويله بكرته كمان في هيتم لعتوم في سمير خضر وكلهم يعني هلآن منتشرين يعني وظلوا يشتغلوا بالشيء يعني فادته باللغة الفرنسية يعني عرفت بانتقال إلى مراحل أخرى سواء في الإعلام سواء في الترجمة سواء في بعضهم حتى فتح مكاتب سياحية يعني استجلاب الفرنكوفون لهون إحنا من خلالك نوجيه لهم صراحة تحية كبيرة تحية لهم كبيرة يعني يعني كانوا رواد وأتقنوا الفرنسية زي ما حكت ميس في مقدمتها أتقنوها بكل احتراف وحتى الآن إحنا منعتبرهم كل اللي سميتهم سفرة لبلدهم لأنه علاقاتهم مع فرنسا قوية وبالعكس ما بمثلوا شيء جميل يعني أبتشكرك أنك ذكرت بعض هاي الأسماء وإحنا منصدها لهم أنا يعني يوسفني إنه مش كادر أذكر كل الأسماء يعني بهذه المناسبة وفي زملاء أعزائي كتير يعني عرفت ممكن إنه مش مقدرس أذكر أسماءهم أستاذ من بعد إذنك بما أنه عم نقول اليوم الوطني الفرنسي حبينا هيك نزور سعادة السفيرة الفرنسية في الأردن بكلمة منها بمناسبة هذا اليوم وأيضا تأكيد على عمق العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية الثقافية وبكافة المجالات اللي بتجمع الأردن وفرنسا من خلال هاي الكلمة منتابعها ونكمل الحديث ما خضرناك موسيقى 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 الموسيقى موسيقى وليس أن تهاجد بالترجمة للمس cose لمن أقوم بخير من الانتحالي في الفرحة في الفرسية ومن تتعرف بخير من سعارة في الفرس 24 والآن يوجد نصبحت على الناس بلاد من الهاتف نحن الآن محلل للمعارضة ويجب أن تكون للمعارضة سنوات المنوطة في المنوطة أن نحن نغطر صلى 13 يوم سنوات الموطة أن في أغراء الله ولكن هذه المآمارضة لاحقق أعطان دعونا ويوتي يتجدون إلى صحيح أن تذهب إلى محلوظوناك ويجب أن تشاهدون بالناسبة للحصول على المحلسانين البحرية وآتقصة في أحد جديدين وكبيراً ويجب أن يحدثون على المحلسان البحرية هذه التشاهدات، كما أرحبتك بسيطة اليوم، نحن لا أستمر في محلسان في منتطرقات المتحدة بشيئنا، نحن نحن في محلسانا، في محلسان، بالتحديد ويوجد تكتب في المنزل في المنزل المدرسة في تقنقر المنزل لدوما في موضوع المنزل في تقنقرنا في تقنقرنا في موضوع المنزل في تقنقرنا في فوق رائعة المعرفة المقابلة بالفعل عامي الآن 25 عامي ويساعدون جدانيين في المتحة في المتحة في المتحة ويقومون في المعرفة في المتحة في الوصف إذاً محبوباً في هذا النظر أيضاً التي تجعلنا الأساعدة المعرفة في المتحة في العملية إنه مزولة أكثر من 200 أصدقائن أصدقائنا بط litière كما يساعد في السلط eية واللترية وكما في نزليجية ونسابقية وكما في المناسبنا نزعلهم نحتاج أيضا منه أننا نصدقائي وما تنظرنا في الخطر مزولة تشهد من جديد شدن مزولة هنا في المرداني، ولكن مع الأجيام الأجيام التي لا يمكنها المساعدة للأجياء في المنزل في تغير المغربات والمعنى للسيطة، والمعنى يمكنها أيضاً على جدودة المجدودة في المنزل لتحصل على التنزل بحاجة من أجلال وفي النهاية كل السنة وانتو سالمين بمناسبة عيدلتها سعادة السيدة الفرنسية في الأردن السيدة فيرونيك شكرا إليك على هذه الكلمة وكل عام وفرنسا بألف خير أستاذ صالح رح أعرج على واحدة من التعليقات التي قدمتها سعادة السفيرة قالت بأنه دائما نهتم بمخاطبة الدول العربية العرب أولا بحكم العلاقات وأيضا يجب أن يكون هناك منصات سواء عبر تلفزيونات الإعلام التقليدي أو أيضا منشوف عبر مواقع التواصل الاجتماعي هناك منصات خاصة فرنسا بالعربية هناك أيضا إذا بتسمحوا لي دولة الاحتلال إسرائيل إذا بتشوفها على تويتر أو مواقع التواصل الاجتماعي تهتم دائما بمخاطبة العالم العربي بلغتها ومختلف الدول فهذا يدل على أهمية هذه المنصات لمخاطبة العرب طيب إحنا العرب بالنسبة إنا منصاتنا إعلامنا ليش منحس أنه أصبحنا نخاطب بعض يعني نكتب بالعربي كل شيء معلوماتنا ننوصلها نكتبها بالعربي الإعلام الغربي نقول بأنه إعلام ذكي جدا يستطيع الوصول إلى مساحة أكبر سواء عربي أو غربي أو غيره فما رأيك بهذا الموضوع؟ هل إحنا بحاجة أنه نرجع اللغة الفرنسية نخاطب العالم الغربي بلغته لحتى نقدر نوصل المعلومات والرسائل اللي إحنا بدنا إياها؟ ملاحظتك الصحيحة وفعالة يعني يعني في الوقت اللي فيه صار العالم ينفتح العالم الغربي كله ينفتح بنشرات أو بوسائل مخاطبة العالم العربي عبر الصحافة المكتوبة وعبر التلفزيونات إحنا ترجعنا للخل يعني تتراجع العالم العربي للخل يعني كان أنا بالتلفزيونات الأردن بتذكر كان فيه نشرة باللغة العبرية فيه نشرة باللغة الإنجليزية فيه نشرة باللغة الفرنسية يعني عرفت وكل نشرة لها جمهورة يعني في النهاية الفرنسيين صاروا يهتموا اللي عندهم فرنس والبانكاتر اللي هي بتوجه العالم العربي الروس عندهم عرتي عربي الصين تركيا تركيا عندها قناة تركيا عندك الراشا كمان عندها الارتي يعني اعتقد انه هاي ملاحظة صحيحة يعني يجب أن نعود هي القضية الآن صارت يعني قضية انك تتصل العالم يعني تغسر رسالتك للعالم الاسرائيليين هلا فتحوا عندهم اي 24 نيوز هي موجهة الألمان الألماني يعني يعرفت يعني العالم كله عم بنفتح مثلا بلغات احنا تقاكرنا للخلق العالم عم بنفتح وإحنا عم ننخلق عم ننخلق الآن صار عندي صار عندي أنا أنا بدي اوصل رسالتي كيف دي اوصلها الرسالتي إذا ما بستخدم اللغات سواء الإنجليزية أو الفرنسية أو الصينية وما عد في حدود للغات يعني صحي اللغات يعني عرفت انت بدك تمشي مع العالم بدك تخاطب بلغاته ليش ليش الأمريكان بيحاولون خاطبونا باللغات بش اسمه بلغتنا الفرنسيين كمان نفس الشي الأتراك كلهم مهتمين بالعالم العربي هاي نقطة يعني عالم مهم مجال الإعلام احنا عم نتقفر احنا زي ما حكيت عم بنخاطب بعض يعني عرفتي عم بنخاطب بعض يعني حتى حتى القنوات العربية الجزيرة والكده الجزيرة يعني ممكن كون استثناء فيها الجزيرة انجليش اللي هي كمان لها يعني تأثير بس أنا حاب يعني من الأردن حتى من الدول العربية كلها ان يكون فيه إعلام الآن من الصعب ان يتقولي والله في إعلام موجه عربي لأن كل دولة عربية لها سياسيتها مختلفة بس إنه الآن لازم نجد وسائل إنه نصل للغرب لوسائل الإعلام الفرنسية عبر المدية يعني السوشال مدية يعني أقل شيء يعني عرفين نصل للغرب نوصل رسالتنا بكل اتجاهات هلا بالنسبة لها بس نقطة واحدة إنه عودة عودة مثلا زي ما كانت الفرنسي لا ممكن نجد نبتدع نبتدع طرق جديدة الآن المكان يختلف عن الحاضر يعني ممكن نبتدع طرق جديدة اللي مثلا بنشر بالفرنسية نعم بصراحة وقتنا انتهى رغم أني كنت حابب أسأل بعض الأسؤال ولكن بدي أقرأ على مسامع الجميع بدي أصبح على المنتج بسام حجاوي بعتلي هلا مسج وطبعا بيصبح عليك والسيد بسام بيحكي كل البرامج الفرنسية كانت لمدة ساعة ونصف يوميا كانت ممولة بالكامل من فرنسا وقد رتب الاتفاقية المرحوم الأستاذ محمد كمال أنا هنا بس بدي يعني أوجه تحية لروح محمد كمال كانت تعرض يوميا أفلام مسلسلات فرنسية وكانت كثير مترجمية وكانت كثير مهمة جدا يعني عرفت حتى بالنسبة لثقافة بالمسرع كانت فيه برامج وثائقية ممتازة جدا يعني لسا في النوع آخر شيء انتهى برنامجنا وقتنا آخر شيء هذا السؤال الجدلي من ترك ثقافة أكثر الإنجليز أم الفرنسيين حاول أن تكون في الوسط لا مش هاول كون فورا لأنه صريح لا لما تجاوب الفرنسيين الفرنسيين تركوا ثقافة أكثر بالعالم الفرنسيين اهتماماتهم بالثقافة أكثر الفرنسيين انت من عهد الله حسين عنا عرفت وتوفيق الحكيم عرفت يعني الكتب المترجمة باللغة العربية يعني عرفت بفرنسا داخل فرنسا أكثر أكثر بكتير جدا يعني أنا عندي أرقام بس ما عنديش وقت يعني أقول لك إياها الآن هالساعة مرور إجباري كل واحد بده شحرة مرور بمسرح الأولمبيا في باريس يعني كانت فيه أم كل ثوم نفس كانت كانت 67 أول يعني دخلت مسرح الأولمبيا ما يجد الرومي كل المثقفين العرب محروف درويج كانت فرنسا محطتهم يعني كانت شابقا ولاحقا عرفت أنا كان بيودي كان يكون في وقت طويل نتحدث عن الموضوع بشكل أفضل يعني المهم حتى تجاوزنا دقائب أستاذ صالح ماضي أشكرك أشكر حضورك شكرا لأنك رجعتنا لزمن جميل و الله يعطيك العافي نورتنا في حلوية الدنيا إن شاء الله يكون في يعني نتمنى القناة الرؤية يعني عرفت مزيد من التقدم الله يخليك